ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تطفقات الاثثمار الأجنبي المبشر بنحو 5 مليارات و 400 مليون دولار وفي رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات أشار المركز إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروع أجنبيا في مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت 9000 وظيفة جديدة ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامثة من حيث أهم المدن المستقبلية للمشروعات بنحو 25 مشروع أكدت وزارة البترو الأهمية دراسة واستكشاف إمكانيات التعاون خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة لتطوير وتحديث صناعة تعدين الذهب في مصر وخلال استقباله رئيسة المؤسسة والوفد المرافق لها أكد وزير البترول الطارق الملة أن الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري تستلزم إقامة شركات شركات بصفة مستمرة مع شركة مؤسسات عالمية كبرى للاستفادة مما تملكه من خبرات كما لفت الملة إلى أن مصر تمتلك مميزات كبيرة أمام الإثثمارات التعدينية مثل توفر الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا والبنية التحتية أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجاما وجود توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتذليل كافة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي وخلال استقبالها نظيرها جيبوتي والوفد المرافق له بحثت الوزيرة سبول تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين كما استعرض اللقاء تطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وإلى البلسة المصرية حيث أنهت سوق المال التعاملات على تراجع جمعي للمؤشرات بالضغوط مباعة المتعاملين الأجانب وتراجع رأس المال السوقي بنحو مليارين وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وثلاثين مليار وثمانمائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 اليوم عند 9467 نقطة ليغلق عند مستوى 9423 نقطة منخفضا بنسبة 46 من المائة في المائة أما عن مؤشر الشركة المتوسطة والصغير EGX70 فقد فتح اليوم عند 1868 نقطة ليغلق عند مستوى 1837 نقطة متراجعا أيضا بنسبة 166 من المائة في المائة أما عن مؤشر EGX100 الأوصى نطاقا فقد فتح اليوم عند 2734 نقطة ليغلق عند مستوى 2699 نقطة منتراجعا بنسبة 21 من المائة في المائة من البرصة المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي السعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 91 قرشا سعر البيع 18 جنيها 98 قرشا عن اليورو 19 جنيها 35 قرشا بالنسبة لسعر الشراء والسعر البيع 19 جنيها 43 قرشا نصل لجنيه الاستريني 23 جنيها 12 قرشا والسعر البيع 23 جنيها 22 قرشا وأما بالنسبة للعملات العربية نبدأ أهماكم من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيها 14 قرشا والسعر البيع 5 جنيها 16 قرشا وأخيرا الريال السعودي سعر الشراء 5 جنيها 3 قرش وسعر البيع 5 جنيها 5 قرش ننتقل معكم إلى أسواق المعادن النفيسة حيث استقرى الذهب العالمي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مسجلا 1766 دولار للقيم وعلى الصعيد المحلي سجل جيرام عير 18 نحو 891 جنيها في حين وصل يار 21 السعر اليوم إلى 1040 جنيها ولمس عير 24 سعر وصل اليوم إلى 1189 جنيها وسجل الجنيها الذهب سعر وصل إلى 8320 جنيها تكتمى منظمة البلد المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا في مجموعة تعرف باسم أوبك بلاس الأربعاء المقبلة لاتخاذ قرار بشأن إنتاج شهر سبتمبر ونقلت رويترز عن مصدر في أوبك بلاس أن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم منقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس بينما قالت مصادر أخرى أنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلاس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ تشاري جائحة كورونا في عام 2020 وكان الأمين العام الجديد للمجموعة قد أكد مجددا أن عضوية روسيا في أوبك بلاس ستمثل أهمية حيوية لنجاح الإنفاق بشأن إنتاج سبتمبر إلى هنا مشاهدين تتعيج أولتنا الاقتصادية وضمرة أخرى إليه بحسين وأمير العودة إليكم شكرا لك يا أي شكرا لك يا أي